أهلا بكم في بتوقيت مصر وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة بدءا من الغد وألتقي شكري نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين وعددا من مسؤول الإدارة الأمريكية في وزارة الدفاع الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كما يلتقي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة أيضا إلى عقد لقاءاتهم مع مراكز البحث والفكر وبحسب الخارجية الأمريكية سينقش الوفد المصري مع الجانب الأمريكي قضايا أمنية وقضائية واقتصادية وتعليمية وأخرى تتعلق بحقوق الإنسان مرحب من نيويورك بالأستاذ محمد السطوحي الكاتب الصحفي أهلا بك أهلا وسهلا بالتأكيد مع كل زيارة مع كل لقاء يجمع المسؤولين في مصر والولايات المتحدة يتجدد الحديث حول طبيعة هذه العلاقة وما تقف أو الأرضية التي تقف عليها الآن العلاقات المصرية الأمريكية هي بالتأكيد تقف على أرضية صلبة لأنها مستمرة على مدى عدة عقود وهناك ثوابت في هذه العلاقة هناك بتأكيد متغيرات وهناك أحيانا الخلافات سياسية ولكن هناك أرضية صلبة متمثلة في الأساس في العلاقات الاستراتيجية العسكرية بين الدولتين وهي ما زالت حجر الزوية في هذه العلاقات التي يبنى عليها في مجالات مختلفة بالتأكيد هناك أشياء سوف يصار الجدل بالشأنها قضايا إقليمية ودولية لكن بشكل عام الولايات المتحدة عندما تجري حوارا استراتيجيا مع دولة ما القضية ليست أن هناك عنوين براقة من الممكن أن ننتظرها ونتائج مفاجئة من الممكن أن تخرج عن هذه الاجتماعات ولكن هي في حد ذاتها مؤشر رمزي على الأقل لما توليه الولايات المتحدة من أهمية لهذه العلاقات هناك جزء آخر خاص بها وهو العلاقة المؤسساتية بين الولايات المتحدة ومصر الآن لأنه كما رأينا مثلا في فترة دونالد ترامب لم يكن هناك مثل هذا الحوار الاستراتيجي ولكن مع هذا كانت هناك علاقات جيدة على الأقل على مستوى القمة بين الرئيسين لم تعد هناك مثل هذه العلاقة المقربة في الوقت الحالي ولكن يملأ الفراغ هذه العلاقة المؤسساتية ومن هنا ربما يأتي أهمية هذه اللقاءات يعني اللقاءات الاستراتيجية واللقاءات التي تتبادل وجهات النظر ربما تكون ملحة أكثر عندما تكون العلاقات يعني يشبها بعض الشوائب مدامة العلاقات يعني في أفضل حال كما كان الحال في فترة ترامب ربما لم تكن هناك حاجة أصلا للقاءات يعني يتم التناقش بشأنها هو يظل هناك مثل هذه الحاجة في طوال الأوقات لأنه علينا أن نعود تاريخيا يعني هذه العلاقات الاستراتيجية أو الحوار الاستراتيجي بدأ أثناء فترة بيل كلينتون سنة 98 وكانت العلاقات جيدة جدا بين الدولتين فبالتالي يعني جودة العلاقات ليست بديلا عن هذا الحوار الاستراتيجي ولكنه يصبح أكثر أهمية عندما لا تكون العلاقة متوائمة تماما وهناك بعض الخلافات على الأقل على مستوى قمة المؤسستين أو الدولتين كما هو الحال الآن وإن كانت العلاقات قد تحسنت بعض الشيء خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد أزمة غزة نعم إذن لو وضعنا على الطاولة الملفات التي يمكن أن يكون عليها توافق بين الإدارة المصرية والنظام المصري والإدارة المصرية والنقاط الأخرى التي عليها خلاف وتحتاج إلى مزيد من النقاش حولها يعني كيف تقيم أو كيف ترصد الملفات التي عليها توافق والملفات التي عليها خلاف الملف الأساسي الذي عليه توافق من وجهة نظري هو الملف الفلسطيني الإسرائيلي وتلاحظ أنه بعد غياب فترة التواصل بين الرئيسين جاءت أزمة غزة والدور المصري الكبير بالنسبة لتهدئة الأوضاع هناك ومحاولات وقف إطلاق النار واستقراره وأيضا التواصل إلى تفاهم ربما تبادل الأسرة وجثث بعض الجنود الإسرائيليين وغيره هذه كلها قضايا هناك توافق كبير بين الدولتين بالنسبة للمسار الذي تتجه إليه كان هناك أيضا دعوة للرئيس الفلسطيني وملك الأردن مؤخرا من أجل محاولة إحياء العملية السياسية أيضا واشنطن موافقة ومهتمة بهذا الأمر وإن كان هناك طبعا نوع من الإقرار أنه لن تصل هذه الأمور إلى شيء كبير في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية بتركيبتها التي نرى الآن ولكن بعض القضايا التي من الممكن أن نقول إنها خلافية ولكن لا أعتقد أنها من الممكن أن تدمر العلاقة بين الدولتين هناك بعض الخلاف حول طريقة التعامل مع الأزمة السودانية الأخيرة مثلا واشنطن أصدرت بيانا مع السعودية والإمارات مؤخرا وبريطانيا يدعو لعودة الشق المدني في الحكومة السودانية مصر لم تكن جزءا من هذا البيان على سبيل المثال وواشنطن أشارت إلى هذه الأمور بعض المسؤولين والخبراء الأمريكان تحدثوا عن هذا الأمر ولكن القاهرة تريد أيضا من الولايات المتحدة أن يكون لها دورة أكثر فعالية في أزمة سد النهضة السفير المصري في واشنطن كتب مقالا منذ عدة أشهر قال أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر على إنقاذ هذه المفاوضات مع إثيوبيا فبالتالي بعض الخبراء الأمريكان يعتقدون أنه من الممكن نوع من التبادل في هذه الحالة يضغطون على مصر من أجل تخذ موقف أقوى ضد لانقلاب العسكري في السودان في الوقت نفسه ممكن يستجيبه لبعض الطلبات المصرية لدور أكثر فعالية بالنسبة لأزمة سد النهضة هذا بالإضافة طبعا لبعض القضايا التي نعرفها جميعا المرتبطة بقضية حقوق الإنسان إذا توقفنا أمام هذه القضية قضية حقوق الإنسان بيعتبرها يعني القضية أو الملف الذي يكون دائما محل تساؤلات أو محل شد وجذب في العلاقات المصرية الأمريكية مؤخرا تم اتخاذ قرار مثلا بوقف حالة الطوارق وعدم تمديد حالة الطوارق بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعض القرارات المتعلقة بإخلاء سبيل بعض المتهمين في قضايا الرأي من وجهة نظرك يعني إلى أي مدى تساهم هذه الإجراءات في تحسين الصورة أمام الإدارة الأمريكية وهل هي كافية أم لا هو طبعا يعني أنا أذكر أنه كان لنا لقاءات عديدة بالنسبة لهذا الموضوع مع انتخاب جو بايدن وأنا كان رأيي منذ البداية أن هذه مسألة لها أهمية بالنسبة للإدارة الجديدة الديمقراطية لكنها لن تكون عاملا أساسيا في تشكيل العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وما زلت يعني أعتقد في هذه النظرية أن الولايات المتحدة وإن كانت أكثر اهتماما الآن منها عما كانت عليه في إدارة دونالد ترامب لكن هذا الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ليس المحور أو حجر الزاوية في تشكيل العلاقات لأن هناك مصالح استراتيجية بين الدولتين لا يمكن التفريط فيها واشنطن لحظت خلال الفترة الأخيرة ما ذكرته بخصوص رفع حالة الطوارئ استراتيجية حقوق الإنسان ولكن هؤلاء الذين يديرون الحوار الآن علينا أن نلتفت لذلك هؤلاء في الأغلب تكنقراط هؤلاء يدركون التفاصيل وتفاصيل التفاصيل بالنسبة للأوضاع في المنطقة والأوضاع داخل مصر وبالتالي هم ربما يعني يستجيبون إلى حد ما إيجابيا بالنسبة لهذه التطورات لكنهم يدركون أيضا أنها أو لا يعتبرونها كافية وبالتالي يضغطون من أجل المزيد لكنهم يعتبرون أيضا أنه الضغوط التي تمت مؤخرا ووضع هذا الملف ضمن القضايا المطروحة في علاقات الدولتين كان له أثر إيجابي وإن كان محدودا من وجهة نظرهم وبالتالي هم يعتقدون أن المزيد من العلاقة المزيد من الحوار من الممكن أن يؤدي إلى المزيد من النتائج الإيجابية مستقبلا ومن هنا ربما يأتي هذا الحوار الاستراتيجي في هذا التوقيت الآن هو جزء من التعبير عن الاهتمام بالعلاقة لكنه أيضا من وجهة نظرهم يساعد بالنسبة لتطوير الملفات التي عليها خلافات بين الدولتين نعم هل تتوقع أن تكون هناك زيارة قريبة لرئيس عبد الفتاح سيسي إلى واشنطن؟ أعتبرها زيارة مرتقبة وانتظرة وربما تؤشر إلى تعطي كثير من الدلالات إذا سألتني بصراحة أنا لا أعتقد أنه في المستقبل القريب سيكون هناك مثل هذه الزيارة ربما إذا ما حدثت تطورات كبيرة في بعض الملفات التي تستدعي ذلك وخصوصا إذا كان هناك أزمات إقليمية تتطلب ذلك أو أنه حدث تطور كبير إيجابي في ملفات حقوق الإنسان تراه واشنطن مؤشرا يجب تشجيعه في علاقات الدولتين من الممكن أنه ربما يكون هناك مثل هذا التفكير هذا يعني أن هذه الملفات تؤثر هي على طبيعة العلاقات يعني الزيارات التي كان يقوم بها رئيس سيسي إلى الارت المتحدة سواء زيارات ثنائية يعني لقاء دونالد ترامب أو حتى خلال الاجتماعات الخاصة بالأمم المتحدة لم تعد تحدث فبالتالي على مستوى الرؤساء فبالتالي هناك تأثير واضح وقوي هو يتعلق بزيارة أو الترحيب برئيس سيسي في واشنطن كما ترى شكل العلاقة الأساسي وجوهرها مستمر ومستقر مثل هذه الزيارات الرئاسية هي بالمفهوم واشنطن بالطريقة التي تفكر بها هم يعتبرون منح زيارات لأي رئيس دولة نوع من المكافأة أو نوع من إظهار الدعم وبالتالي لا أعتقد أنهم في هذه المرحلة بعد بالنسبة للرئيس السيسي وإن كنت أعتقد أنهم مؤمنون أو يدركون أهمية استقرار العلاقة وثبتها وطريقة نموها لاحظ أن واشنطن أيضا تريد استقرارا داخل مصر تريد أن لا يحدث أي اهتزاز أمني أو اهتزاز في عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي وبالتالي هم لا يريدون اتخاذ أي إجراءات أو التصرف بطريقة من الممكن أن تؤثر سلبيا على الأمور داخل مصر أيضا فبالتالي هم يوازنون علاقتهم مع مصر في إطار بعض المثاليات أو القيم الديمقراطية التي يتحدثون عنها لكن بالأساس في إطار العوامل الأساسية لاستقرار علاقة على مستويات سياسية عسكرية وبما لا يؤثر على ملفات أهم كما أشارت الملفات السياسية الإقليمية العسكرية في التالي لو هناك ترتيب ربما تأتي هذه الأمور في مرتبة متأخرة قليلا عن بعض الملفات الأخرى شكرك شكرا جزيلا من نيويورك الأستاذ محمد السطوحي الكاتب الصحافي